بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر سيفن بارد تو إلاستيك بيهيفيور إيه هو الإلاستيك بيهيفيور؟ الإلاستيك بيهيفيور أو الإلاستيك أناليسيز يوزنج زا ترانسفورمت سيكشن ميسود يعني إيه ترانسفورمت سيكشن؟ يعني أنا عندي السيكشن بيبقى فيه جزء خرصانة وفيه جزء من الستيل ممكن نحول السيكشن دوت كله إلى ما يعادل سيكشن من الخرصانة في الحالة دي بنسميه ده ترانسفورمت سيكشن طيب في الحالة دي بنحسب الاسترس إزاي؟ بنقولي الف سي بتساوي البيع على الاريا كونكريت بلاس في اريا ستيل في الحالة ديه إن المقصود بيها الموديلر ريشيو اللي هو الريشيو بين الموديلر سوفرستي بتاع الستيل والموديلر سوفرستي بتاع الخرصانة الاريا كونكريت اللي هي الكونكريت اريا اس اللي هي الستيل اريا يبقى باستخدام المعاملات ديه ممكن تحسب الاسترس على ترانسفورمت سيكشن واللاحظ هنا إن ف اس بتساوي ان مضروبة في اف سي يعني الموديلر ريشيو مضروب في الكمبراسف استرس بنقول في حالة الالاستيك بهافيا اتشينج ان كونكريت استرين وزرس بكتو طايم والأفكت زى كونكريت اند استيل استرسز يعني الكمبراسف استرس و التنسايل استرس اللي موجود في الاستيل دول قيمتهم بتتغير ليه بتتغير نتيجة تغير الاسترين بتاع الخرصانة مع الطايم و المنحنيين دول بيوضحوا تغير الاسترس مع الطايم في حالة الكونكريت وفي حالة الاستيل طيب المنحنيات ديت بتوضح ايه اللي احنا شايفينها ديت بتوضح التغير بتاع الاسترين مع الطايم عند حالات تحميل مختلفة يعني عندي في الكمبراسف حالتين محمل عند سبعة ايام و محمل عند تمانية وعشرين يوم في حالة التنشن محملين عند سبعة ايام و عند تمانية وعشرين يوم ده التغير بتاع الاسترين مع الطايم بنشوف عموما الملاحظة الموجودة ان الاسترين بيزيد مع الطايم و دي لها اسباب ايه هي الاسباب ديت ان الخرصانة بيحصل فيها كريب و بيحصل فيها شرينكش علشان كده الاسترين بيتغير يعني ايه بيتغير بيتغير مع الطايم و ليس بسبب الحمل علشان كده في صعوبة ان احنا نحسب الاستريس في الاستيل و في الخرصانة ديوتو الاكتينج لود يوزنج الاستيك اناليسز يبقى المشكلة في الاستيك اناليسز ان قيمة الاستريسز بتتغير نتيجة الكريب و الشرينكش اللي هو بيحصل على وقت طويل في حالة الاستيك مش هنقدر نحسب الريال استريسز بتاعت العمود اندر اكتينج لود اوفر طايم يبقى هي دي مشكلة الاستيك بيهيفيار انك مش هتقدر تحسب الريال او الاكشوال استريسز اندر لود اوفر طايم ليه نتيجة الاسترين بيتغير وبالتالي الاستريسز بتتغير as a result and allowable استريس this design procedure using an elastic analysis was found to be unacceptable يبقى في الحالة ديت طريقة الاستيك بيهيفيار او الاستيك اناليسز unacceptable طاب الحل ايه ان احنا حنستخدم الاسترينج مثل